إلى ذلك دارت شباكات في مديرية التحيطة جنوب حيس في الحديدة جراء خروقات جديدة من قبل الميليشيات تزامنا مع زيارة البعثة الأممية الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن الميليشيات أطلقت النار من أسلحة الرشاشة صوب مواقع عسكرية جنوب شرقي مركز التحيطة تزامنا مع محاولة تسلل فاشلة لعناصرها وأضاف أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع العناصر المتسللة وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفيا